أبدأ مع الدكتور فرانسوا ديروش رئيس منظمة أعدالة وحقوق بلا حدود الفرنسية ضيفي من باريس بداية دكتور أهلا بك في أي سياق تقرؤون زيارة السيسي إلى باريس السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعليكم السلام ورحمة الله هل تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من حانة الأجهزة الأمنية لحكومة المصرية على المبادرة المصرية وهذا طبعا الإنسان العاقل لا يستطيع أن يفهم هذا الشيء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يستطيعون أن يفهموا هذا ولكن نحن ننظر أن ما يحتاجه ماكرون بعد تصريحات المؤسفة له ضد الإسلام يريد أن يثبت للرأي العام الفرنسي وخصوصا في داخل فرنسا أن هناك رئيس دولة إسلامية عربية كبيرة هي مصر وهذا الرئيس يأتي وتندرج هذه الزيارة كدعم سياسي أمام الرأي العام الفرنسي وأنا أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلة لأن اليوم إن أغمضنا عيوننا عن حقوق الإنسان فإنه لا يمكننا أن نتقدم مع نظام لا يحترم أي شيء والنواب الفرنسيون هناك 66 نائب فرنسي وقعوا مذكرة وهم من أغلبية حزب الرئيس ماكرون وسيحاسبون الرئيس ماكرون على هذه الزيارة ولا أظن أنه من صالح الرئيس ماكرون قبل الانتخابات القادمة أن يتبجج بزيارة من ينتهك حقوق الإنسان لأن المواطن الفرنسي وأن البرلماني الفرنسي لا يقبل ذلك اليوم نعرف أن فرنسا باعت تجهيزات عسكرية كبيرة تقدر بمقدار مليار وأربعمائة مليون وتكنولوجيا متقدمة تستخدم لقمع الأبرياء المدنيين وهذا شيء يحاسب عليه العدالة الفرنسية وحاسب عليه القانون الفرنسي هناك الأسلحة الفرنسية تستعمل لماذا؟ لقمع المعارضين وإيقافهم وتعذيبهم وإذا فرنسا دولة قانونية دولة حقوق الإنسان لا يمكن أن نقبل وأن يقبل العدل الفرنسي بهذه الأسئلة حتى تستعمل ضد المدنيين المدافعون عن حقوق الإنسان مهما كانت أصلهم مهما كانت جنسياتهم هم لا يقبلون هذا نعم دكتور حدثنا سياسة الجمهورية من هذا السبب نعم سأعود إليك مرة أخرى دكتور دعنا نتحول إلى دكتور زكريا صديقي رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمعاملات المالية في فرنسا دكتور زكريا يعني الوضع الداخلي الذي يحيط بماكرون تحديدا وبحكومة ماكرون أيضا به لغة كبيرة خاصة بعد الحملة التي تشن الآن على المساجد في فرنسا ندينا اليوم عشرات المساجد تخضع للتفتيش هناك تهديدات بالتعامل بشكل مختلف مع مساجد أخرى وإغلاق مساجد أخرى وإخضاع مساجد لرقابة وغير ذلك كيف يمكن قراءة المشهد الداخلي في سياق هذه الزيارة المنتظرة أيضا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النظام الفرنسي يسر على التوقيع على منهجه الذي أظهر فساده وظلمه وتعديه وأنه يتعامل بطريقتين مختلفتين طريقة للمواطنين من الدرجة الأولى وطريقة تجاه المواطنين من الدرجة الثانية نعم اسمح لي دكتور بالمقاطعة لأن لدينا خبر عاجل يستحق أن يذكر الآن النيابة العامة المصرية تقرر الإفراج عن مسؤولي المبادرة المصرية لدينا الآن خبر عاجل النيابة العامة المصرية تقرر إخلاء سبيل المبادرة أو مسؤولي المبادرة المصرية لا نعلم إذا كان سيتم نقد هذا الحكم أو سيتم عفوا سيتم تنفيذ هذا الإفراج أم سيتم الاستئناف ضد هذا القرار عفوا دكتور على المقاطعة تفضل أكمل فالنظام يسر ويهرب نحو الأمان وبدل أن يراجع سياساته فهو يسر عليها وهذا التقسيم في طريقة التعامل بين مواطن ومواطن هذا يشنج الأوضاع ويزرع الأحقاد وهو يعني ضيق الأفق ويكفي أن نقول أن الأنظمة بعض الأنظمة العربية حتى أكون دقيقا تركض نحو استرضاء القوة الكبرى بغية كسب شيء من الشرعية التي لا يمكن أن تحصل عليها مهما كان الثمن الذي تدفعه من هذه الأساليب التي الآن صار كل الناس يعرفون أنها لا تخدم قضايا ومصالح الشعوب الشعوب